السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب نرحب بكم في درس جديد من دروس منهج كيميا ثلاثة درسنا اليوم إن شاء الله سوف يكون بعنوان أربعة واحد الخلايا الجلفانية نأخذ فيه إن شاء الله كيميا الخلايا الجلفانية سنتعلم اليوم كيف تتعرف على الخلايا الجلفانية والطاقة بالنسبة لهذا هو الهدف الذي سوف نحققه في هذا الدرس تعرفنا سابقا على الكيميا الكهربائية تعريف الكيميا الكهربائية زي ما تعرفنا عليه سابقا هي دراسة عمليات الأكسدة والاختزال التي تتحول من خلالها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية من طاقة كيميائية إلى طاقة كهربائية والعكس بنسمها كيميا وكهربائية بمعنى أن طاقة كيميائية وطاقة كهربائية وهذا الشكل النهائي لمين لهذه التفاعلات التي تحدث لإنتاج ماذا؟ لإنتاج الطاقة تفاعلات الأكسدة والاختزال ماذا تتضمن تفاعلات الأكسدة والاختزال؟ التفاعلات الأكسدة والاختزال ذكرناها في البصل السابق بأنها أهم ميزة لها أنها تتضمن انتقال إلكترونات أو بمعنى آلية عمل الأكسدة والاختزال هي انتقال الإلكترونات هذه الإلكترونات سوف تنتقل من المواد المتأكسدة إلى المواد المختزلة فمثلاً لو كان عندنا التفاعل زد أن زائد سي يو موجب 2 سوف يتحول إلى زد أن موجب 2 زائد ماذا سي يو لاحظوا أنه فيه عند انتقال الإلكترونات زد أن هنا من صفر إلى فاقد 2 معناته أنه في هذه الحالة فقد إلكترونين بالتالي السي يو هنا من سي يو موجب 2 إلى سي يو متعادل لذلك في هذه الحالة كسب إلكترونين وهذه آلية عمل من الأكسدة والاختزال مهم جداً نتعرف على الأكسدة والاختزال لأنها تفيدنا في الكيميا الخلايا الجلفانية لأن آلية عملها تعتمد على الأكسدة والاختزال بعد ذلك تعرفنا على القنطرة الملحية القنطرة الملحية هذا شكل القنطرة الملحية وتعريفها أنها ممر لتدفق الأيونات من جهة الأخرى بمعنى أن القنطرة الملحية تعتمد في الأساس على تدفق الأيونات من خلالها من خلالها وتتكون من محلول موصل للتيار الكهربائي وكذلك من قطن وكذلك من أنبوب إذن هذه مكونات من القنطرة الملحية لجل كذا أن تتكون من أنبوب يحتوي على محلول موصل للتيار الكهربائي لملح ذائب في الماء مثل الكي سي أل ويحفظ داخل الأنبوب بواسطة جل هلامي أو أي غطاء يسمح لليونات بالحركة من خلاله بشرط اختلاط المحلولين في الكاس إذن هذه فكرة عمل مين؟ فكرة عمل القنطرة الملحية بعد ذلك إيش النتيجة؟ تتدفق الإلكترونات من خلال السلك لاحظ الإلكترونات من خلال السلك وتدفق الأيونات خلال القنطرة الملحية لاحظ أنه عندي هنا الأيونات من خلال القنطرة الملحية وذكرنا سابقا أن سبب وجود القنطرة الملحية هو تكدس الليونات على الأقطاع فبالتالي سوف يتوقف التفاعل بعد ذلك استحدثنا شيء لحل المشكلة وهو القنطرة الملحية فبالتالي سوف تنتقل الليونات من خلال القنطرة الملحية وتنتقل الإلكترونات من خلال السلك فيتكون ما يعرف بالتيار الكهربائي وبعد ذلك تضاء المصابيح بعد ذلك تعرفنا على الخلايا الكهروكيميائية الخلايا الكهروكيميائية جهاز يستعمل تفاعل الأكسدة والاختزال لإنتاج طاقة إذن الخلايا الكهروكيميائية هذه نسميها خلايا كهروكيميائية جهاز يستعمل لتفاعلات الأكسدة والاختزال لإنتاج الطاقة لاحظ أن هنا عندي تفاعل الأكسدة وهذا هو نصف التفاعل للأكسدة وعندي هنا تفاعل الاختزال وهذا هو معادلة نصف تفاعل الاختزال عندما تحدث تفاعل أكسيدا وتفاعل الاختزال الناتج ماذا؟ الناتج طاقة كهربائية وهذه اللمبة وجودها دليل على أنه فيه طاقة كهربائية وهذه فكرة عمل مين؟ فكرة عمل الخلايا الكهروكيميائية الخلايا الكهروكيميائية أو كذلك تستخدم الطاقة لإحداث تفاعل كيميائي تفاعل كيميائي بمعنى أن الأكسيدا والاختزال تصنف على أنها تفاعلات كيميائية عند وجود التفاعلات الكيميائية اللي هو الأكسيدا والاختزال فإنه سوف يحدث ماذا؟ تفاعل كيميائي وبالتالي سوف ينتج ماذا؟ سوف تنتج طاقة الخلية الجلفانية نوع من الخلايا الكهروكيميائية الخلايا الكهروكيميائية كهربائية وكيميا التي تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية بواسطة ماذا؟ بواسطة تفاعل الأكسد والاختزال التلقائي بمعنى أن أي تفاعل أكسد أو اختزال سوف نسميه ماذا؟ سوف نسميه تفاعل كيميائي أو طاقة كيميائية هذه الطاقة الكيميائية سوف تحول التفاعل الكيميائي إلى طاقة كهربائية وهذه أهم أنواع الخلايا الكهروكيميائية اللي هي الخلية الجلفانية والخلية الجلفانية تسمى بماذا؟ بالخلايا الفولتية الخلايا الفولتية نسبة للعالم أليساندرو فولتا فأنا نستطيع أن نقول عليها بأنها خلايا جلفانية أو خلايا فولتية من ماذا تتكون الخلية الجلفانية؟ هذه الخلية الجلفانية أمامك تتكون من جزئين كل جزء منها يسمى نصف الخلية بمعنى لو نجي نحط خط هنا في هذه المنطقة سوف يكون عندي قسمين هنا قسم وهنا قسم أو هنا نصف وهنا نصف هذه أسميه ماذا؟ أسميه نصف الخلية نصف الخلية وهنا نصف الخلية الآخر لجل كذا هو قال لك هنا نصف تفاعل الاختزال وهنا نصف تفاعل الأكسدة إذن تتكون الخلية الجلفانية من جزئين؟ كل جزء منها يسمى ماذا؟ يسمى نصف الخلية نصف الخلية ويحتوي كل نصف خلية على قطب ومحلول يشتمل على آيونات بمعنى لو حطينا خط كذلك إيش اللي متبقي عندي هنا في هذه المنطقة؟ متبقي عندي هنا قطب هذا هو القطب والمحلول هذا المحلول يحتوي على ماذا؟ على الآيونات حتى يتم الانتقال منه أو إليه إذن هذه أول شيء أن يتكون من ماذا؟ من نصف خلية من نصف خلية تفاعل الخلية أو تفاعل نصف الخلية هو التفاعل الذي يحدث في كل نصف خلية لاحظ أنه عنده هنا نصف تفاعل الخلية اللي هو نصف تفاعل الاختزال أو نصف تفاعل الأكسدة حسنا ذكرنا بأنه فكرة الخلايا الجلفانية أنه تعتمد على الأكسدة أو تفاعل الأكسدة أو تفاعل الاختزال كل تفاعل من هذه التفاعلات نسميه نصف تفاعل سواء كان نصف تفاعل الاختزال أو نصف تفاعل أكسدة أكسدة ومعطيك معادلة مين كل أكسدة كل أكسدة بناء على القطب اللي موجود عندي هنا هذا هو القطب أو الشريحة المغموسة وين في المحلول فمثلا عندي هنا هذا القطب أنا مستعمل ماذا؟ النحاس وهنا الزنك اللي هو الخارصين فبالتالي كل واحد منهم لابد أن يكون فيه عندي أكسدة والقطب الثاني سوف يحدث عنده ماذا؟ اختزار نتعرف على أقطاب الخلية الجلفانية أقطاب الخلية الجلفانية تتكون من مادة موصلة للتيار الكهربائي وعادة تتكون من معدن أو قطعة من الجرافيت اللي هي يمين؟ اللي هي الأقطاب اللي هي الأقطاب، هذه الأقطاب أقطاب أو شرائح؟ هذه طيب، هل كل الأقطاب أنا أضعها لازم نسميها قطب خلية؟ لا لابد أن يكون لها مواصفات معينة لابد أن يكون لها مواصفات معينة لأنها تتكون من ماذا؟ أول شيء أنه تتكون من مادة موصلة للتيار الكهربائي هذه التيار الكهربائي تتكون من معدن أو قطعة من الجرافيت عشان توصل التيار الكهربائي لماذا؟ لأنه أساساً فيه في انتقال الالكترونات فمستحيل أن يكون عندي مادة هنا غير موصلة للتيار الكهربائي وتنقل الالكترونات فهنا شرط أساسي أنه لابد أن يكون مادة موصلة للتيار الكهربائي بما أنها تتكوّب من قطعة من معدن أو قطعة الجرافيت حتى توصل، لماذا؟ توصل الالكترونات من محلول نصف الخلية وإليه بمعنى لاحظوا أنه لدي هنا ما الذي سوف يحدث من خلال السلك؟ انتقال الالكترونات، انتقال الالكترونات انتقال الالكترونات لابد أن يحدث عند الأقطاب هذا الأقطاب سوف تكون موصلة للتيار الكهربائي لأنه أساساً آلية عمل التفاعل الكيميائي الموجودة عنده هنا الأكسدة والاختزال هو انتقال الالكترونات كيف حدث انتقال الالكترونات بدون موصلة للتيار الكهربائي؟ فبالتالي لابد أن تكون الأقطاب عندي موصلة للتيار الكهربائي حتى نستطيع أن نقول عليه نصف الخلية إذن نصف الخلية عندي هنا أما نصف تفاعل الاختزال بهذا الشكل أو نصف تفاعل الأكسدا كذلك أن أقطاب الخلية الجلفانية لاحظوا أنه عندي هنا شيء اسمه الكثوت شيء اسمه الكثوت وفي عندي شيء اسمه الأنود إذن ما الفرق بين الكثوت والأنود لاحظوا أنه عندي هنا ما الفرق بين الأنود نسميه المصعد والكثوت اللي نسميه المهبط لاحظوا أنه عندي هنا الأكترونات تنتقل صح؟ تنتقل من وين؟ من هنا لاحظوا تجاه الأسم بمعنى أنه هنا يكون عندي إيش؟ مصعد اللي تصعد منه مين؟ الأكترونات اللي يجي كده أنه الأنود اسمه مصعد اسمه بالإنجليزي الأنود لكن بالعربي اللي هو المصعد ثم بعد ذلك القطب الثاني إذن لابد الخلية الآن أنها تتكون من قطبين نصف خلية نصف خلية الأول تعرفنا عليه على أنه أنود والثاني سوف يكون اسمه ماذا؟ الكثوت لاحظوا أنه الكثوت عنده تفاعل ماذا؟ تفاعل الاختزال تفاعل الاختزال والأنود عنده تفاعل إيش؟ الأنود أكسدة والكثوت ماذا؟ الكثوت اختزال طيب سميناه مهبط ليش؟ لأنه فيه عند الإلكترونات تهبط من خلاله طيب إيش الفرق بينهم؟ القطب الأنود نسميه المصعد هو القطب الذي يحدث عنده الأكسدة إذن هذا هو الأنود الأنود إيش اللي عنده؟ نصف تفاعل الأكسدة هذا هو نصف تفاعل الأكسدة طيب كيف عرفت أنه أكسدة؟ شوف معادلة التفاعل زد إن متعادل إلى زد إن موجب 2 زايدا إيش؟ زايدا 2 إلكترون طيب هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأنود إذن الأنود نسميه مصعد وعنده ماذا؟ عنده أكسدة إذن أنود مصعد أكسدة الثاني اللي هو مين؟ اللي هو الكثوت اللي هو الكثوت طيب الكثوت إيش عنده؟ لاحظوا أن الكثوت إيش عنده؟ الكثوت سميناه مهبط كذلك صح؟ طيب إيش اللي عنده هنا؟ الاختزال إذن هو القطب الذي يحدث عنده الاختزال الذي يحدث عنده الاختزال إذن كثود مهبط اختزال كثود مهبط اختزال مهم جدا أنك تعرف هذه لأنه بنتعرف عليها أو على حل المسائل لا بد أن تكون تعرف الكثود وتعرف الأنود بشكل كبير إذن ألخصها مرة أخرى أن الأنود عندي هنا أكسدة ونسميه ماذا مصعد أما الكثود عنده اختزال ونسميه مهبط لاحظ الصورة التي أمامك هذه اللعبة اللعبة نسميها لفعوانية لاحظ اتجاهها من الأعلى إلى الأسفل من الأعلى إلى الأسفل طيب إيش اللي موجود هنا في شكل أربعة أربعة عندما تكون اللفعوانية في قمة المسار يكون لها طاقة وضع عالية طاقة وضع عالية بأنها تنتقال يكون عالي بالنسبة إلى المسار المنخفض المسار بمعنى أن كل المسار مرتفع بيكون عنده السرعة أكبر بسبب اختلاف ماذا؟ بسبب اختلاف الارتفاع بسبب اختلاف الارتفاع طيب إيش العلاقة بين الكلام هذا اللي بنقوله وبالخلية الجلفانية وبالمثل يكون الخلية الكهروكيميائية طاقة وضع لإنتاج ماذا؟ لإنتاج تيار هذا التيار هو اللي يوصل التيار الكهربائي هو اللي يوصل الكهرباء من خلال ماذا؟ من خلال الخلية الكهروكيميائية بسبب اختلاف قابلية الأقطاب لتحريك الإلكترونات من الأنود إلى الكثود بمعنى أنه جهود الأقطاب اللي موجودة عندي هنا الأثنين لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مختلفة ليش تكون مختلفة؟ حتى يتم من خلالها ماذا؟ انتقال الإلكترونات انتقال الإلكترونات نفس فكرة ماذا؟ نفس فكرة اللعبة هنا لابد أن تكون عندي من الارتفاع إلى ماذا؟ إلى الانخفاض أو من مستوى مرتفع إلى مستوى منخفض حتى يتم انتقال ماذا؟ المنطقة التي تحمل الركاب في هذه المنطقة طاقة الوضع الكهربائي لاحظوا أنه عندي هنا في هذه السورة كذلك أنه طاقة الوضع عندي هنا في ازدياد بين الطاقة الحركية هنا في ازدياد بين الطاقة الوضع هنا تكون قليلة ليش؟ لأنه اللعبة الآن في حركة مستمرة في حركة مستمرة إذن طاقة الوضع تنتج عن إيش؟ عما إن موضع الجسم أو مكونات الجسم مكونات الجسم أو موضع ماذا؟ موضع الجسم كذلك تعتبر مقياس لكمية التيار التي يمكن توليدها من خلية جلفانية للقيام بشغل ما اللي هي مين؟ اللي هي طاقة الوضع إذن طاقة الوضع هي مقياس لماذا؟ لكمية التيار كلما كان طاقة الوضع عالية أصبح كمية التيار ماذا؟ كذلك عالي كيف يتم انتقال الشحنة الكهربائية؟ كيف يتم انتقال الشحنة الكهربائية؟ في الخلية الجلفانية لاحظوا أنه نستعيد بس الأنود والكثود لاحظوا أنه الأنود موجود عندي في الخلية الجلفانية على شكل ماذا؟ نصف تفاعل أكسدا والكثود نصف تفاعل اختزال فبالتالي سوف يتم انتقال الشحنة الكهربائية من مين؟ يتم الانتقال بين النقطتين فقط عنده وجود فرق في طاقة الوضع الكهربائي بينهما كيف؟ اللعبة اللي قبل شوي يا شباب هل إذا كان على مسار مستوي هل بيتتحرك؟ لا لابد أن تكون من مستوى مرتفع إلى مستوى ماذا؟ إلى مستوى من خفض كذلك عندي هنا الأقطاب لابد أن يكون عندي هنا جهد للقطب يختلف عن الجهد للقطب اللي هنا ليش؟ عشان يكون في عندي إيش؟ انتقال الشحنة انتقال الشحنة فهنا راح تنتقل الشحنة في حالة وحدة إذا كان عندي إيش؟ فرق في طاقة طاقة مين؟ طاقة الأقطاب طاقة الأقطاب هنا عندي هنا قطبين لابد أن يكون فرق الجهد اللي موجود عندي هنا يختلف عن فرق مين؟ الجهد اللي موجود عندي هنا حتى يتم انتقال مين؟ حتى يتم انتقال الشحنات اللي موجودة بماذا تعرف النقطتان في الخلايا الكهروكيميائية؟ تعرف بالقطبان اللي هو القطب هذا والقطب هذا حيث تدفع الإلكترونات المتكونة عند الأنود اللي هو التأكسد لاحظوا أن الإلكترونات موجودة عندي وين؟ في أسفل المحلول تتحرك من وين؟ تتحرك من الأنود تتحرك من الأنود أو تتحرك نحو الكثود من الأنود إلى وين؟ إلى الكثود بواسطة ماذا؟ القوة الدافعة الكهربائية بمعنى أنه سوف يتم انتقال الإلكترونات من الأنود إلى الكثود بسبب ماذا؟ بسبب القوة الدافعة الكهربائية التي تحدثها المحاليل والأيونات اللي موجودة فيها وكذلك الجهد اللي موجود عند كل قطب من هذه الأقطاب كيف تنشأ القوة الدافعة الكهربائية؟ كهربائية تنشأ بسبب أو لوجود فرق في طاقة الوضع الكهربائية بين القطبين حينا ممكننا لابد أن يكون عندي هذا القطب مختلف عن هذا من ناحية الطاقة إذن هذا الفرق اللي موجود عندي هنا هو الذي يجعل الإلكترونات سوف تنتقل إذن هذا اللي موجود عندي هنا اللي هي الطاقة نسميها إيش؟ نسميها بجهد الخلية إذن الفرق ما بين قوة هذا القطب وقوة هذا القطب نسميه ماذا؟ نسميه جهد الخلية نسميه جهد الخلية إذن تعرف بجهد الخلية ويقاس بوحدة الفولت إذن الفرق ما بين الأقطاب أو قوة الأقطاب أو قوة دافعة للكهربائية بين الأقطاب نسميه ماذا؟ نسميه بجهد الخلية هذا الجهد لابد أن يقاس بوحدة اسمها وحدة الفولت بوحدة الفولت على ماذا يدل فرق الجهد في الخلية الجلفانية فرق الجهد حين ذكرنا بأنه فرق الجهد هو الفرق ما بين الأقطاب ما بين قوة مين الأقطاب طيب على ماذا يدل هو إشارة إلى كمية الطاقة المتوفرة في الخلية الجلفانية لدفع الإلكترونات من الأنود إلى مين إلى الكثود إذن فرق الجهد هو القوة التي تجعل الإلكترونات تنتقل من الأنود إلى ماذا إلى الكثود لجل كذا سمينا الأنود ماذا سميناه مسعد لأنه من خلالها تصعد مين الألكترونات متجهة إلى مين إلى الكثود متجهة إلى الكثود طيب كيف تتحد طاقة الإلكترونات المتدفقة من الأنود إلى الكثود في الخلية الجلفانية بواسطة الاختلاف في طاقة بمعنى الاتحاد الموجود عنده هنا بواسطة الاختلاف في طاقة الوضع الكهربائي بين القطبين اللي هو بواسطة فرق الجهد بين مين؟ بين القطب الأنود وقطب الكثود فبالتالي سوف ينشأ ماذا طاقة الإلكترونات طاقة الإلكترونات كذلك فرق الجهد الخلية يتحد فرق جهد الخلية بمقارنة مدى الفرق في قابلية مادتي الأقطاب على اكتساب الإلكترونات الفكرة كلها اللي موجودة عنده هنا أساسها ماذا يا شباب؟ انتقال الإلكترونات انتقال؟ الإلكترونات لجل كذا فرق الجهد مبني على إيش؟ على مدى الفرق في قابلية مادتي الأقطاب على اكتساب الإلكترونات إذن جهد الخلية مبني على إيش؟ على اكتساب الإلكترونات أو مبني على الأكسدة وعلى إيش؟ على الاختزال لمن؟ للقطب اللي موجودة عنده هنا في الخلية طيب هل الأقطاب هذي متغيرة؟ لموجودة هنا؟ نعم متغيرة لاحظوا أنه عنده هنا السيو والزدين بالتالي راح أغيرهم بشرط أن يكون الأقطاب ماذا؟ قابلة للتوصيل الكهربائي طبعا كل ما زاد الفرق بين القطبين زاد فرق جهد الخلية وزاد معه أيضا جهد الخلية طيب أنا عندي هنا قطب وعندي هنا قطب كل ما زاد الفرق فيما بينهم كقيمة كل ما زادت الفرق فيما بينهم كقيمة زاد ماذا؟ زاد جهد الخلية زاد جهد الخلية فبالتالي كل قطب من هذا الأقطاب لها قيم سنتعرف عليه خلال الحصص القادمة كلما زادت هذه القيم وزاد الفرق فيما بينهم أصبح جهد الخلية ماذا؟ عالي بسبب الفرق فيما بين جهد الأقطاب الموجودة في هذه الخلية الجلفانية تحت الظروف القياسية تكتسب أيونات النحاس عند الكثود هذا هو أيونات النحاس إلكترونات بسهولة أكثر من الخارسين عند الأنود لذلك يحدث تفاعل الأكسدة والاختزال بتلقائية فقط لتدفق إلكترونات من الخارسين إلى النحاس هذا هو الخارسين وهذا هو النحاس سوف تنتقل إليه إلكترونات من النحاس عفوا من الخارسين إلى النحاس تدريب ما وظيفة القنطرة الملحية ما وظيفة القنطرة الملحية؟ هل هو توصيل الدائرة الكهربية للسماح بانتقاء الإلكترونات؟ أو منع تكدس الشحنات الموجبة والسالبة في أنصاف الخلايا؟ أو منع الالتماس المباشر بين المواد المتفاعلة والناتجة؟ وظيفة القنطرة الملحية ذكرنا سابقا بأنها منع تكدس الأيونات الموجودة وين؟ على الأقطاب بسبب ماذا؟ بسبب وجود الأيونات التي تتكدس على الأيونات بالتالي سوف تنقل ماذا؟ القنطرة الملحية سوف تنتقل أو سوف ينقل من خلالها الأيونات الموجبة والسالبة بين قطبي الخلية تقويم ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة هذه تحاول أن تجاوب عليها بحسب فهمك للدرس يمكن الاستغناء عن القنطرة الملحية في الخلايا الجلفانية هل هذه الإجابة صحيحة أو هذه العبارة صحيحة أو خاطئة؟ اذكروا الإجابة في هذه المنطقة كذلك الأنود هو القطبة الذي تحدث عنده عملية الأكسدة هل العبارة هذه صحيحة أو خاطئة؟ وضع الإجابة في هذه المنطقة كذلك وكذلك الثالث تتكون الخلية الجلفانية من نصف تفاعل أكسدة هل العبارة هذه صحيحة أو خاطئة؟ وضع الإجابة في هذه المنطقة أخيرا تعلمنا اليوم الكيميا الكهربائية هي دراسة عمليات الأكسدة والاختزال التي تتحول من خلالها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية والعكس وتعرفنا كذلك على القنطرة الملحية وأنه ذكرنا بأنها تتدفق الإلكترونات خلال السلك وتدفق العيونات خلال القنطرة الملحية فيتكون ما يعرف بالتيار الكهربائي وتضاء المصابية كذلك تعرفنا على الخلايا الكهروكيميائية وذكرنا بأنه جهاز يستعمل تفاعل الأكسدة والاختزال لإنتاج طاقة كهربائية وأنه من أهم أنواع الخلايا الكهروكيميائية وهي الخلية الجلفانية هو نوع من الخلايا الكهروكيميائية التي تحول الطاقة الكيميائية إلى ماذا؟ إلى طاقة كهربائية بواسطة تفاعل الأكسدة والاختزال التلقائي إلى هنا انتهينا من درس الخلايا الجلفانية كيميا الخلايا الجلفانية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته